اه عايز اقول لحراركم شيء مهم جدا ان بكرة بكرة ان شاء الله الخامس ستة وعشرين مارس هيكون في رحلتين طيران طيرطين هتطلع هيتطلعوا من لندن يجوا عالقاهرة يعني هيتسافر طيرطين تابع الشركة الوطنية هتجيب المصريين الموجودين في لندن الموجودين في بريطانيا العالقين عشان تجيبهم ويرجعوا مصر ده الحقيقة جهد مشكور بنشكر عليه الجميع يعني الحكومة ككل ومنخص الحقيقة بالشكر في هذه الجزئية وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج والوزيرة السفيرة نبيلة بكرم حضركم شايفين دلوقتي ده موقع موجود اسمه اير كايرو اسمه flyaircairo.com flyaircairo.com كل الناس المصريين الموجودين برا اللي موجود في مكان ومش عارف يتصرف مش عارف يرجع بيدخل على الموقع بيلاقي كل الارشادات بيسجل بياناته بيحجز على طول مكان على الطيارة اللي بتبعتها الحكومة المصرية عشان ترجع واطنيها شفنا اشياء كتير وشفنا بسطات كتير جدا 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 بيقولك انا كنت زمان بشوف الباسبور الامريكي مكتوب فيه هنحميك ولا نجيلك تحت اي سماء وفوق اي ارض ومش عارف في البحر والكندي بيقولنا حركلك الاسطول ولكن شاب مصري ادرك الحقيقة بيقول لا واضح ان الباسبور المصري لا سره باتع باسبور المصري قوي جدا بيلاقي الامريكان بيدفع فلوس عشان يترحلوا من الصين وبتلاقي مش عارف مين مش عارفين يرجعوا ولكن الباسبور المصري اتحركت لنا طيارات عشان تجيبنا من الصين وتجيبنا من امريكا وتجيبنا كمان من لندن واي مكان في العالم اشتركوا في القناة